أشد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبدالصادق الشرباجي بجميع وسائل الأعلام ووكالات الأنباء المصرية والعربية والعالمية لتغطيتها المهنية رافعة المستوى لجميع الفعاليات والمناقشات التي دارت ضمن مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ بحضور نحو 40 ألف مشارك وأكثر من 3000 من ممثلي وسائل الأعلام المختلفة في هذا الإطار أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن التغطية الصحفية والإعلامية المتميزة لهذا الحدث العالمي منذ انطلاقه جعلت الشعب المصري وجميع شعوب العالم يتابعون باهتمام بالغ كل ما دار داخل هذه القمة التاريخية الناجحة